صراحة نحيي للجهاز الفني برغم الصراعات الحاصلة والسوشال ميديا بتوصل كل الأخبار اللعيبة والمشاكل الدارية الحاصلة المدرب التونسي المدرب غازي أول مباراة بالنسبة لهم مع المريخ انتصار صراحة الجمهور المريخي يرى أنه المريخ يعود إلى المسار الصحيح بعد قمة بعض التعادلات الحاصلة في الدورة السانية في الدورة الممتاز أنا أرى أن المريخ صراحة الصراعات الإدارية مؤثرة على الأجواء القروية وعلى فريغة الكرة الأول خاصة أتمنى أن المريخ يتفادى ويقوم في معزل خاصة باستبشرنا خيرا بوجود المدرب الجديد غازي وبعد وجود فترة التحضير لعشر أيام القضاها مع المريخ تتلي وكلها في الدورة السانية في الدورة الممتاز لو جينا على الهلال الهلال صراحة من أمتع الفروق في الدورة السانية وقلنا الهلال يتميز بالقزارة الأهداف وجودة اللعيبة وصراحة موتة لقى الجودة والتوليف المناسبة وكل مرة من لقى أنه الهلال صراحة من أداة لأداة يختلف الأهل الخرطوم فريق متمرس وقلنا صلاح بيقدم مباراة عالية فليهنا الهلال فاز بواحد صفر من المتألق دائما وليد الشعلة وصراحة أنا أشيد بالكبتن وليد الشعلة هنا صراحة في تألق عودته من الاحتراف الهلال أنا بعزي أنه ما فيه هدف غزير لعدة أسباب عودة اللعب الدوليين بعد 72 ساعة من المنتخب ولعبهم مع مباراة أثر على ذلك ثاني حاجة في الراحة السلبية لمدة عشر أيام كانت لبعض اللعبة تراجع بعض المستوى لكن الحمد لله أنه الهلال ماشي في ناقمة الاتصال ومباراة رجعت فارق الصداري بين الهلال والمريخ لسيطة نقاط فأنا بشوف أنه الهلال صراحة ماشي في المستوى في المستوى إلى الأمام النقطة الثانية المدرب موتى وأنه وجد التوليف المناسبة ودخل في الأجواء الفنية بالنسبة لهلال اشتركوا في القناة